اشتركوا في القناة اشهر قليلة بعد السابع من نوفمبر 1987 احدث بن علي ادارة الصحافة في قصر قرتاج وكانت تعنى بمتابعة انشتة الرئيس والتواصل مع هيكل الاعلام محليا ودوليا ومنح القائم عليها رتبة وزير تم لاحقا توسيع صلاحياتها وتحويلها الى ادارة الاعلام والاتصال تحت اشراف عبدالوهاب عبدالله الذي عين وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية وناتقا رسميا باسم الرئاسة في 20 ديسمبر 1990 ويعتبر عبدالوهاب عبدالله مهندس منظومة الدعاية وتضليل الاعلامي تلت فترة حكم بن علي انشئت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في 7 اوض 1990 وهي خاضعة مباشرة لرئيس الجمهورية الذي يضبط مهامها ويعين مديرها العام وكان من اهدافها تعزيز الحضور الاعلامي لتونس بالخارج والتعريف بالسياسة الوطنية في جميع المجالات ثم توسعت لتشمل توزيع الاشهار العمومي الذي استعمل اداة للتحكم في الاداء الاعلامي من خلال مكافأة الموالين ومعاقبة المستقلين صرفت الوكالة اموالا طائلة لاخفاء واقع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان والاعتداء على المال العام واظهار النظام في صورة المحافظة عن الحقوق والحريات في الداخل والخارج واستفادت من حملات الترويج لهذه الصورة شركة علاقات عامة اجنبية من بينها ايماج سات ارب ميديا وغيرها بمبلغ قيمته 10.154 مليون دينار بين سنتي 1998 و2001 بلغت التحويلات لفائدة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية 43.645 مليون دينار خلال سنتي 2009 و2010 وبلغت قيمة التحويلات لفائدة الصحف والمجلات الخاصة باحزاب المعارضة الصديقة التي تستجيب لاملاءات دائرة الاعلام في التضليل الاعلامي داخل تونس وخارجها 242 ألف دينار سنة 2009 ومسنة 2010 شراء ضمم اعلاميين اجانب موالينا لبن علي دون توقيع عقود بقيمة 4.167 مليون دينار تظهر وثائق ارشيفية تدخل بن علي شخصيا وبشكل مباشر لإعطاء التعليمات بزيادة وخفض نسم الإشهار المقدمة لوسائل الأعلام المحلية حيث أن 23 صحفة فقط تتمتع بإشهار عمومي خلال سنتي 2009 و2010 بقيمة 16.48 مليون دينار من جملة 83 صحفة ومجلة منها الصباح تميزت هذه الفترة بنشاط الصحف الموالية التي رسدت لها موارد عمومية طائلة حرمت منها المناطق المهمشة والصحة العمومية التعليم الثقافة والبحث العلمي والبنية التحتية يجيك فاكس واللي يجيك موتا ولا واحد تعديهم تلك وانكور بير اللي تلقى اسمك سينية وانتي الناس هذوما اللي تسبتي أحباب بردي والصغار ومع صغاري تلين الماء والملح معا طب اللي دافعلي طب ملح باني هكذا مكن نظام بن علي منذ سنة 2000 وإلى سنة 2010 جريدتي الحدث وكل الناس من 2.768 مليون دينار والصريح وأخبار الشباب من مبلغ 4.893 مليون دينار من أجل نشر مقالات وصور كاريكاتورية تشتم المعارضين والناشطين والإعلاميين المستقلين مستعملة أساليباً حطاط أخلاقي وتحملت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي تحويلات بقيمة 2.239 مليون دينار لفائدة أحمد الصالحين الهوني صاحب جريدة العرب الدولية كتعويذ عن مصاريف التقاضي في قضية التشويه التي رفعها النشطاء السياسيون ضد الجريدة من أبرز وسائل الرقابة التي اعتمدها النظام هم أمنيون ألبسهم النظام جبة الصحافة ومكنهم من بطاقة الصحفي المحترف وصحفيين حول وجهتهم عبر إغداق الأموال والامتيازات كانوا مخبيرين في كل المؤسسات الإعلامية ووظفهم لتشويه الأصوات الحرة وهدك أعراضهم لإسكاتهم تحصل برهان بسيس على 351.680 ألف دينار منذ انطلاق تعامله مع الوكالة في 8 أكتوبر 2001 دون احتساب ما يتمتع بمقتضى انتدابه الوهمي بالشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية سوتيتال بمرتب مدير مع امتيازات عينية تتمثل في سيارة وظيفية وحصة وقود بـ 300 دينار شهريا اضطلعت عليه مع الموافقة مع تشجيعي انتدابه من طرف هذه المؤسسة ووضعه على ذمة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي كانت هذه تعليمات خطها بن علي يوم 6 فيفري 2009 ردا على مذكرة رفعها إليه أسامة الرمضاني الرئيس المدير العام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول تعاون برهان بسيس مع الصحب سمارة على إنجاز موقع انترنت موازن بهدف التضليل حول المستجدات الحقوقية والسياسية في تونس بعنوان كلمة لضرب موقع كلمة المستقل بعد أن نجحت صحب سمارة في اختراق فريق عمله والاندساس ضمنه بغاية التخريب وجاءت توصية الرئيس بانتداب وهمي لإسمارة في ديوان الطيران المدني والمطارات في فيفري 2009 ووضعه على ضمة الوكالة ثم ترسيمه بخطة رئيس مصلحة يتمتع بامتيازاتها الوظيفية بالإضافة إلى حصوله على 104.150 ألف دينار مقابل مهمات اتصالية لم تحدد ومنحة شهرية بـ 500 دينار من الوكالة بلغت قيمة الإشار العمومي المخصصة لوسائل الأعلام السماعية البصرية الوطنية 10.604 مليون دينار سنتي 2009 و2010 بالإضافة إلى امتيازات أخرى مقابل الدعاية والتضليل الإعلامي استفادت إذاعة موزاييك من 4.587 مليون دينار وإذاعة جوهرة من 3.398 مليون دينار وقناة حنبال من 673.433 ألف دينار وسنة 2005 تم إعفاء القناة من خلاص الأداءات المتخلدة بذمتها لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6 مليون دينار كما تم إقرار إحالة بعض الإطارات من مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية على عدم مباشرة لظروف استثنائية لمدة سنة قابلة للتجديد للعمل بقناة حنبال إذ تم إلحاق مساعد تنفيذ إنتاج سنف سبعة بالقناة بأمر سري مطلق من رئيس الجمهورية الأسبق زين العابد بن علي ثم باقتطاع جزء من الإشهار لفائدة قناة نسمة بـ 328.8 ألف دينار وأوسب بن علي في إحدى المذكرات مساعدتها للحصول على قرض بقيمة 5 مليون دينار كما أذن بدهوة البنوك للمساهمة بقروض طويلة المدى لتمويل مجمع نسمة كما تمتعت بالعفو عن أداءات متخلدة بذمتها بقيمة 6 مليون دينار وتم تمكينها سنة 2007 من استغلال ستوديو بمقر تلفزة الوطنية الجديد لمدة أربعة أشهر مقابل 400 ألف دينار عوضاً عن 2.8 مليون دينار بتوصية من رئيس الجمهورية ومنحت الوكالة لإذاعة الزيتون لصحبها سخر الماتري مليون دينار منذ سنة 2007 وإلى غاية 2010 بمعدل 250 ألف دينار كل سنة دون تقديمها خدمات إشهارية في المقابل ألحق التعامل مع شركة كاكتس بروت التي يمتلك بالأحسنة ترابلسي سهر بن علي 51% من أسهمها بمؤسسة التلفزة التونسية خسائر فاتحة عبر إمضاء عقود إنتاج مباشرة دون المرور بمناقصة تم بمقتضاها إنتاج برنامج آخر قرار خلال سنوات 2003، 2004، 2005 وإحنا هكا سنة 2008 بقيمة 18.45 مليون دينار كما تسببت صيغة المقايضة مع كاكتس لإنتاج 140 حلقة من برنامج دليل كملك بمقابل 16.5 دقيقة إشهار للحلقة الواحدة لكنها تجاوزت هذا التوقيت في فقدان التلفزة الوطنية 80% من المداخل الإشهارية المرتقبة من البرنامج المذكور إضافة إلى ذلك، كانت الشركة تستغل موارد بشرية وتجهيزات التلفزة مثل تسخير التقنيين العاملين بالتلفزة وحافلة النقل الخارجي التي كان يستعملها غرفة تحكم بصفة مجانية دائما واستمرت مكينة الدعاية لبن علي خلال وبعد الثورة النشاط ضد الثورة رافعة راية الثورة وفي هذا الإطار لعبت قناة حنبال دورا رهيبا في إشعال فتيل التطاحن المدني هكذا بثت أيام 14، 15، 16، 17 جانفي 2011 برامج تعنى بنقل ما يشهده البلد من احتجاجات وحراك تعتمد فيها أساسا على تقبل مكالمات هاتفية مفبركة لترويح وترهيب المواطنين وهو ما اعترف به بعث القناة العربي نصرع في محضر استنطاقه لدى إدارة الشرطة العدلية يوم 23 جانفي 2011 حيث صرح لباحث البداية بتمرير معلومات مغلوطة تتعلق بالتجاوزات لبعض الأشخاص وتمرير طلبات استغاثة وهمية لمزيد ترويع المتساكنين وكانت هذه الاستغاثات الوهمية سببا في سقوط قتلى وحدوث إصابات أو دعا بعضهم ملفات إلى الهيئة بالرغم من ذلك واصلت القناة العمل دون أن يأخذ القضاء مجرع فهل ذهب الإعلام التونسي في اتجاه حلم الثورة؟ نحب أن أعتذر للشعب التونسي باسم كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين تلفزة وصحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية على التعتيم الكبير اللي عايشناهم فيه على امتداد أكثر من عشرين سنة تم اتلاف جزء من أرشيف رئاسة الجمهورية قبل انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر 2011 كما أطلف جزء هام من أرشيف وكالة الاتصال الخارجي في ظروف مشبوهة وصار خبراء التضليل يشتغلون على تكييف تدخلهم في المشهد الإعلامي مع المتغيرات العظيمة التي أحدثتها الثورة مع نعطاق حرية التعبير واقتحام الجماهير الغفيرة للفضاء العام وإصرار الأعداد الغفيرة على قول كلمتهم في الشأن العمومي وعادت رموز المنظومة القديمة لتتصدر المنابر الأعلامية هذه المرة تحت رعاية لوبيات مالية مشبوهة ومن أبرز الترائف أن شفيق جرايا قام يوم 4 جامع في 2012 باعتصام داخل مكاتب الشركة التونسية للبنك من أجل إجبار البنك على مده وقرض صدق عليه في عهد بن علي فتراجع عليه البنك بعد الثورة والأكثر غرابة هو أن هذا الاعتصام قام به جرايا صحبة سبع من مديري صحفه من بينهم نذير عزوز مدير جريدة المساء ومدير عرابيا والثورة نيوز وأخبار الجمهورية وحقائق أونلاين وغيرها كما أقر شفيق جرايا بوجود أتباع له في الإعلام خلال حصة تلفزية يوم الثالث والعشرين من أكتوبر 2016 في برنامج لمن يجرؤ فقط قوبلت كل محاولات تقييم الإعلام في ظل الدكتاتورية أو إستار قائمة للإعلاميين المتعاونين مع نظام بن علي أو رصد الخروقات المهنية بحملات تشويه واسعة ولم تفلح المساعي لإصلاح الإعلام وتعرضت هيئة الحقيقة والكرمة لحملات التشويه من نفس المكينة خاصة مع تنظيمها أولى جلسات الاستماع العلانية عندما بلغت 95 مقالا في ديسمبر 2016 وترتفع كلما نشرت الهيئة وثائق ومعلومات جديدة مغايرة للخطاب الرسمي كنشرها وثائق الاستقلال وحادثة جبل أجري ويرى البعض أن تغطية الإعلام المهيمن مينستريم لنشاطات هيئة الحقيقة والكرامة من شأنها أن تشكل اختزالا للانحرافات السائدة على الساحة وقد عين السيد العرب شويخة الباحث في علوم الصحافة خلال ندوة النظيمات في المكتبة الوطنية في جويليا 2018 منية عشر أن من يذم العدالة الانتقالية يسعى جاهدا لخلق رأي عام معاد لهذا المسار غالبا ما يتم خرق الضوابط المهنية الدنيا مثل التحقق من صحة المعلومات والحياد الصحفي والدقات المهنية والمصادر المختلفة والفصل بين الخبر والرأي والمسائل التي تتعلق بأخلاقيات المهنة يذهب المنشط الصحفي إلا أن يتحول إلى طرف في الحوار وهو يسعى إلى توزيع مداخلات الضيوف بشكل غير متكافئ متجاهلا مبدأ المواجهة بين الأطراف وتوجيه الحوار من أجل إرباك الضيف غالبا ما تكون المصادر المتناقضة غير موجودة وإن وجدت فإنها تغرق في تدفق الآراء التي يعبر عنها المعارضون وفي بعض الأحيان حتى من خلال التدخلات التي يمارسها المنشط للتوجيه والتأثير وحتى لاستفزاز الضيف ثم تتواصل الهاجمات الشخصية والتضليل الآلمي والإشاعات وتنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ولم تفلح الهيئة المستقلة الموكلة تنظيم قطاع الأعلام السمعي والبصري الهايكا في فرض التزام القنوات الحاصلة على تراخيص بمبدأ الشفافية حيث أن عشر قنوات تلفازية خاصة وتسعة عشر إذاعة في تونس لم تصرح برأس مالها والمعلومات الضرورية حولها ومن الصعب اليوم تثبت من قائمة التلفازات والإذاعات التي غيرت ملكية الرخص وتحولت من منتفع إلى آخر وتلك التي غيرت صبغتها من اجتماعية إلى ربحية ومجال نشاطها والذبذبات الإضافية التي تمتعت بها منذ تأسيسها والمقتضيات التي سادت على التغيرات الحاصلة هيئة الحقيقة والكرامة لينا لولادنا ولبلادنا